سبع حالات طلاق كل ساعة في العراق نسبة مغلقة كشفت عنها آخر إحصائية لمجلس القضاء بشأن حالات التفريق التي أصدرتها المحاكم في بغداد والمحافظات أرقام صادمة لنسب الطلاق تم تسجيلها الشهر الماضي في مؤشر على حجم المشاكل التي تعصف بالأسرة والمجتمع حيث سجلت المحاكم أكثر من خمسة آلاف حالة طلاق في العراق خلال شهر أيار الماضي وتصدر جانب الرصافة في بغداد المناطق الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق بما يزيد عن ألف حالة فيما بلغت حالات تصديق الطلاق الخارجي في المحافظات ثلاثة آلاف وسبعمائة وإحدى وثلاثين حالة كما بلغت حالات التفريق بحكم قضائي ألفا وخمسمائة وتسع وثلاثين حالة بينما تباينت أنواع الطلاق ما بين تفريق للهجر أو تفريق لعدم الإنفاق أو بسبب المرض وغيرها وفقا لمصادر قضائية أضف إلى ذلك الاستخدام السيء للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ويرجع مراقبون ارتفاع حالات الطلاق إلى أسباب عدة من أبرزها الفقر وتراجع المستوى الاقتصادي وانتشار البطالة وغياب الاستقرار الأسري المرهون بتوفر فرص العمل والسكن اللائق ومساهمة هذه العوامل بتفكك أواصر الأسر العراقية كما أن بروز ظاهرة الزواج المبكر ساهمت بتزايد فرص الطلاق بسبب ما اعتبر قصرا في النضوج العقلي وتحمل المسؤوليات كما يشير مقتصون إلى وجود خلل في قانون الأحوال الشخصية وسط تحذيرات من سلب حقوق المرأة المطلقة خارج المحاكم المختصة ومخاوف من وجود أناس منتفعين من حالات الطلاق وتحول الطلاق في العراق إلى ظاهرة خطيرة بعد مساهمته في اتساع نطاق دائرة التفكك الأسري وما ينتج عنها من مشاكل وأزمات اجتماعية حادة فيما عد خبراء اجتماعيون ارتفاع حالات الطلاق قنابل موقوتة من أبرز ضحاياها الأطفال حيث يقعون فريسة سهلة لعصابات التسول والرذيلة والسرقة وبيع الأعضاء البشرية حيث يتم الاتجار بهم